السلام عليكم جميعاً اشتركوا في القناة او اجد في حالات اخرى تحقيقات غير فعالة والامثل على هذه الحالات تبينها على وجه القصوص حالات الوفاء التي لم ينسب المسؤولية عنها الى جهة معينة واشخاص معينون ويرجع السبب في حالات اخرى الى تلقي اللجنة روايات مختلفة ومتضاربة حول الاحداث بدرجة لا يمكنها معه التوفيق بينها كما ذكرت او لوجود عدة اسباب متداخلة يمكن ان تكون جميعها وكل منها مسؤولة عن هذه الحوادث والادعاءات المتصلة بها مما لا يمكن اللجنة من اعطاء رأي قاطعاً في الاشارة او ارجاع المسؤولة بشأنها الى سبب بعينه او جهة بعينها وفي هذه الحالة تكتفي بذكر ما تلقت بشأنه من ادلة او افادات دون ان تجزم بصحة ما تشير اليه هذه الادلة من ادعاءات او ما تحدده من مسؤولية والامثل الابرز على ذلك الادعاءات المتعلقة بالاحداث التي شهدها مجمع السلماني الطبي كما ان من الاسباب التي يمكن الاشارة اليها وقد ذكرت في التقرير بان اقتصاص اللجنة لا يتضمن التعليق على الاجراءات القضائية الجارية من الناحية الموضوعية واكتفت اللجنة بدكر النتائج التي خلصت اليها المحاكم من دون التدقل في افداري بشأنها على الرغم من انها ابدأت تحفظات على مدى قانونية واتفاق الاجراءات القضائية مع قواعد المحاكمة العادلة واعطت مثالا على عدم اكترات النيابة العامة والسلك القضائي والسلك القضائي بشك والمتهمين من انتزال اعترافات منهم تحت التعديب واستشهدت تدليلا على صحة تحفظاتها على ما حصل في الدعوة التي صدر فيها الحكم بتاريخ 29 سبتمبر 2011 حيث ذهبت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ان الاعترافات تعتبر جزءا من مجمل ادلة في القضية وادانة كل المتهمين وفي الجلسة الاولى من محكمة الاستناب بتاريخ 23 اكتوبر 2011 اسقط النايب العام التهم وتغاضى عن الاعترافات المقدمة وهناك اسبابا اخرى تفسر عدم تمكن اللجنة من التوصيل لنتائج قاطعة وواضحة في بعض الادعاءات التي تناولتها في تقريرها منها ما اسمته صعوبات واجهتها في بعض الحالات بسبب عدم رغبة وخوف الضحايا من مشاركتها بالمعلومات التي لديها خوفا من تعرضهم للانتقام واسبابا اخرى لا مجال هنا لذكرها جميعا ويمكن لصالح هذا البحث من تقسيم النتائج التي خلصت اليها اللجنة في تقريرها من حيث درجة قطيتها ووضوحها حول حقيقة الادعاءات وتحديد المسؤولية عنها الى قسمين اولا النتائج تعكس رأي اللجنة بشكل قاطع وواضح من حيث ذلالتها في الكشف عن حقيقة الادعاءات المتعلقة وتحديد المسؤولية عنها استنادا الى ما حصلت اليه اللجنة من ادلة وما جرته من التحقيقات وقسم اخر من النتائج لم تتمكن اللجنة فيها من اعطاء رأي قاطع وواضح يعكس بشكل واضح حقيقة الادعاءات المتعلقة بها وتحديد المسؤولية عنها وذلك للأسباب السابق ذكرها ولذلك سنقسم هذه الورقة الى ثلاث منهم سيتعلق الاول بعطاء بعض الامثلة على النتائج التي اعطت اللجنة بشأنها رأي قاطع وواضح وقامت بتحديد المسؤولية فيها اما البند الثاني فيسي خصص لذكر بعض النتائج التي لم تتمكن اللجنة من اعطاء بشأنها رأي واضح وقاطع وتحديد المسؤولية عنها اما البند الثالث فسوف يخصص لعطاء امثلة حول الرأي الذي ابدته اللجنة حول التحقيقات التي اجرتها الجهات المختصة ولم تكن تحقيقات فعالة ولم تلبي متطلبات القانون الدولي اولا النتائج الواضحة التي خلصت اليها اللجنة حول بعض الادعاءات واحد فيما يتعلق بسيطرة بعض افراد الطاقم الطبي على قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة ومعظم الدور الارضي في مجمع السلبانية الطبي ثانيا فيما يتعلق من قيام بعض افراد الطاقم الطبي قام باداء دورين متداخلين المشاركة في المظاهرات في المجمع الطبي وخارجه والدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي ثالثا فيما يتعلق بعدم محاولة الطاقم الطبي منع وسائل اعلام من التصوير داخل قسم الطوارئ والطابق الارضي بالمجمع ممنته كخصوصية المرضى رابعا فيما يتعلق بطعارض عضد من الجرح الاجانب الذين نقلوا الى قسم الطوارئ الاعتداءات وحالات السالة ونقوم عمال اجانب سنة خمسة قالت اللجنة ان هناك ذلة تدعم ان بعض افراد الطاقم الطبي تعمد نشر شاعات ومعلومات كاذبة بشأن الاحداث ولكن ليسوا جميعهم ستة فيما يتعلق بعدم حصول اللجنة على اي دليل واي اتهام العاملين في المجال الطبي بإساة استخدام الأدوات الطبية وغيروا الغرض المخصص لها سبعة قالت اللجنة بان لديها ذلة تفيد بان الخيمة الطبية التي نصبت في الدور كانت مصرح بها رسميا من وزارة الصحة بل كانت الوزارة هي من قامت بتجهيزها ثمانية فيما يتعلق بالادعاة بتزويد بعض افراد الطاقم الطبي للمتظاهرين بالسلاح حيث رات اللجنة بانه لا يوجد مبرر لهذا الادعاء تسعة في وقوع قبض غير قانوني للمرضى في مستسل سلمانيا بعد 16 مارس حيث وجدت اللجنة مجموعة من المرضى الجرحى ممن وصيبوا في الدور حيث تم نقلهم الى مركز الشرطة واخضاعهم للاستجواب عشرة في تعرض الطاقم الطبية للهجوم وهم في طريقهم من وإلى الدوار وأن بعض هذه الهجمات نفذت من قوات الأمن 11 في علام تلقي اللجنة أي دليل دامق على أن أي من أفراد الطاقم الطبي رفض علاج أي مصاب بسبب طائفته 12 في أن مجمع السلمانيا الطبي استمر في أداء وظيفته أثناء الأحداث ولكن الأحداث تسببت في أحداث الطرابات أدت إلى تعطل بعض الخدمات والعمليات 12 خلاصت اللجنة إلى وقوق 35 حالة وفاة بسبب الأحداث خلال الفترة من 14 فبراير إلى 15 أبريل 2011 أرجعت اللجنة أسباب وفاة تسع حالات إلى الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري للقوة المميتة من قبل قوات الشرطة 14 وجدت اللجنة إلى وفاة السيد عبد الرضا أبو حميد المنسوب لقوات الدفاع البحرين نتجت عن الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة المميتة 15 خلاصت اللجنة إلى فشل القيادات العليا في منع استخدام المفرط للقوة من خلال القيادة والرقابة على مروسهم فهذا العمل الميداني 16 وجدت اللجنة أن قوات الأمن العام قد انتهكت في مرات كثيرة قاعدتي الضرورة والتناسب الواجبتي التطبيق عند استخدام القوة بنادق الشوزن في كثير من الحالات رغم عدم وجود ضرورة وبشكل عام أطلقت النار من بنادق الشوزن على مدنيين في حالة لم يكنوا أفراد الشرطة فيها معرضين لخضار حادق حال محدق يهدد بالموت أو بإصابة خطيرة 17 في كثير من الأحيان لم تحترم وحدات من قوات الأمن خلال أداءها واجبة الالتزام المتضمن بالقانون البحريني بطريق البحريني والدولي باستخدام الأسلحة النارية على نحو يتناسب مع درجة الخطر المحدق كذلك وجدت اللجنة أنها أطلقت طلقات مطاطية بطريقة ليس من شأنها أن تؤدي لإصابات أقل خطر كما لجأت لاستخدام الغاز المسيل للدموع بطريقة لا تتناسب مع حجم المظاهرة وعدد المشاركين فيها كما أطلقت في عدد من حالات الغاز المسيل للدموع على منازل خاصة وبطريقة عشوائية لم تقتضيها الضرورة كما لجأت الاستخدام المفرط للقوة في تنقاط التفتيش الأمنية حيث ضرب أفراد من قوات الأمن العام وركلوا وتحرشوا جسديا بأفراد اشتبه في مشاركتهم أو تعاطفهم مع المتظاهرين 18 بهدف القبض على بعض الأفراد قامت قوات الأمن بشكل منهجي باقتحام المنازل للقبض على بعض الأفراد وقاموا بشكل متعمد بتحطيم الأبواب واقتحام المنازل عنوة وفي بعض الأحيان سلبها 19 إن الموقفين تم احتجازهم لأسابيع وأحيانا شهور دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي إلا في نطاق محدود إن وجد 20 تبرهن المعامل الجسمانية والنفسية التي أخضى عليها الموقفين على حدوث هذه الممارسة بصورة عمدية من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني ووزار الداخلية وكان الهدف من هذه الممارسات في بعض الأحيان الحصول على الاعترافات بالإكراه بينما في حالات أخرى كان المقصود هو الجزاء والعقاب 21 وجدت اللجنة أدلة كافية تثبت من أن عمال جنوب آسيا كانوا مستهدفين بالهجمات أثناء الأحداث وكان الباكستانيون على وجه الخصوص هدفا لتلك الهجمات بسبب القراطة لبعض منهم في قوة الشرطة وقوة الدفاع البحرين 22 وقفت اللجنة على أدلة كافية تفيد استهداف بعض الجماعات المتظاهرين للسنة سواء بسبب عرابهم عن الولاء للنظام أو بسبب مجرد انتمام للطائفة السنية وقعد الكثير من هذه الحالة في المدارس ونقاط تفتيش المؤقتة التي يديرها أفراد المدنيون كما تبين تعرض أفراد من الطائفة السنية للتحرش اللفظي أثناء الاحتجاجات وفي الشوارع والمدارس والجامعات 23 ليس لدى اللجنة ثم دليلا قاطع على أن حكومة البحرين حرضت على العنف ومع ذلك لم تحضر بشكل دائم موقع تويتر الذي تستخدم مجموعة أرقام التي تستخدم خطاب مفعن بالكراهية والتحريض على العنف على الرغم من استخدام حكومة البحرين برامج جدران الحماية لحضر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع الانترنت ثانيا النتائج التي لم تعطي فيها اللجنة رأيا قاطع وواضح واحد ما إذا كان المسؤوليين القائمين على إدارة وتشغيل مجمع السلمانية الطبي قد قاموا بواجههم المهني أثناء الأحداث أم لا وما إذا كان الأفراد الطاقم الطبي في ذلك الوقت ما يبرر السيطرة على إدارة المجمع أو تولي هذا الدور اثنين بشأن الادعاء بمنع الإسعاف من الوصول إلى الدور لنقل المصابين لم تستطع اللجنة التحقق من وراء الهدف من وراء وضع السلطات وإدارة المستشفى القيود على حركة الإسعاف ما إذا كان ذلك للحد من وصولها لمسرح الجريمة أو تأمين سلامة طواقم الإسعاف أو غيرها من الأسباب وترجع ذلك لا تلقيها روايات مختلفة لا تستطيع التوفيق بينها ثلاثة لم تستطع اللجنة التأكد ما إذا كان الطاقم الطبي المتهم بالمشاركة في المظاهرات قد شارك فيها أثناء ساعات العمل أم بعد ساعات العمل أربعة لم تستطع اللجنة التأكد من الإدعاءات القائلة بأن المرضى من السن حرمه من العلاج في مجمع السلمانية الطبي بالرغم من وجود العديد من الإفادات لتضافر عدة أسباب أخرى خمسة فيما يتعلق بالإدعاءات من أن المرضى من السن حرمه من العلاج في مجمع السلمانية تلقت اللجنة في فيديو يظهر رجلا من السن يحمل طفلا ويمنع ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي من دخول المجمع السلمانية الطبي ويدعى في الفيديو أن المعن كان بسبب طائفته وكما تلقت اللجنة عدة إفادات تأكد للإدعاء بوقوع حرمان من الرعاية الطبية ومع ذلك لاحظت اللجنة أيضا تضافر عدة أسباب أخرى ستة لم تستطع اللجنة التحقق عما إذا كانت حالات الوفاء التي صنفت على أنها حالات قتل عم قد حدثت على أيدي من أفراد الشرطة يتصرفون بناء على مبادرات شخصية منهم ومنهم كانوا جزءا من سياسة تفرض استخدام القوى المميتة في مواجهة الآخرين سبعة بالشأن حالات قتل ثمانية مدنيين لم تحدد الجهة المسؤولة فيها لم تستطع اللجنة نسبة أي من هذه الحالات إلى مرتك مرتكب بعينه في خمس حالات منها لم تستطع تحديد الظروف المحيطة بالوفاء بالضبط وترى اللجنة أنه يمكن تكيث ثلاث حالات منهم على أنه قتل عم إلا أنها لم تتمكن من تحديد المسؤولية عن تلك الوقاع ونسبتها إلى أشخاص بعينهم ثمانية لم تتمكن اللجنة من نسبة واقعة القتل العمد الذي راح ضحيته السيد محمد أخلاص تزمي العلي وهو من العمال الأجانب إلى أي شخص واللجنة تعتبر أنه من المحتمل أن يكون الضحي قد دهسته سيارة تسعة لم تتمكن اللجنة من نسبة وفاة الملازم عزيز جمع علي عياد إلى أشخاص بعينهم أو جهة بعينها لأن الظروف المحيطة بالوفاة باتت مجهولة عشرة لم تعثر اللجنة على الدليل الكافي لإثبات تعمد استخدام قوات الأمن للقوة المميتة أثناء إداءها واجبا ثالثا رأي اللجنة في بعض ما أجرته في بعض ما أجرته الجاتة الرسمية من التحقيقات أبدت اللجنة في مواقع عديدة من التقرير عدم رضا وانتقاد لبعض الجهات الرسمية حول ما أجرته من التحقيق حول الأحداث لما رأت من أنه تحقيقات غير فعالة لم تلبي وتمتثل لمتطلبات القانون المحلي والدولي على النحو التالي واحد بشأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية في الحوادث التي وقعت وتنسى بلا قوة الدفاع ترى اللجنة بأن التحقيقات التي باشرتها النيابة العسكرية لم تكن فعالة بالشكل الكافي لتلبية متطلبات المعايير الدولية أو الامتثال لقواعد القانون الدولي وقد تمت توصل إلى هذا الاستنتاج على أساس أن محقق النيابة العسكرية لم يقوموا بسؤال الشهود من خارج قوة الدفاع اثنين أبدت اللجنة رأيها في التحقيقات التي بدأتها وزارة الداخلية حول الظروف المحيطة بوفاة السيد جعفر عبدالله علي المعيوف وذكرت أنها لا زالت معلقة وأن اللجنة لم تتلقى أي مؤشرات فيما يتعلق بمعدل انتهاء منها أو كيفية التصرف بشأنها ثلاثة بشأن وفاة السيد عبدالكريم علي أحمد فخراوي ذكرت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني أجرت تحقيقها بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها ولكن لم يشمل التحقيق وفاته وقد أسفر التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية وترى اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال وبالتالي لم يتمكن من الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي أربعة بشأن وفاة السيد جابر إبراهيم يوسف محمد العديوات الذي توفى بعد الإفراج عنه بأربعة أيام من التوقيف بمركز الحوض الجاف ترى اللجنة أن وزارة الداخلية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعال بشأن وفاته وبالتالي لم تتمكن من الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي قام سبشان حالات قتل ثمانية مدنيين لم تتحدد الجهة المسؤولة فيها ذكرت اللجنة بأن حالتين من هذه الحالات لم تكن هناك أي تحقيقات بشأن الظروف المحيطة بالوفاء وبالتالي لم يكن الأمر غير متوافق بالإلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي كما ذكرت اللجنة بأنها ترى من مجمل أدلة المقدمة وزارة الداخلية المشاهد أن التحقيقات التي تم إجراها قد افتقرت الحيادية والاستقلال والنزاهة بكثير من الحالات مما جعلت نتائجة التي خلصت عليها معيبة بل ومتحيزة لصالح الدولة ستة بشأن واقعت وفاة السيد ستيفن إبراهام التي تنسى بلا قوة الدفاع البحرين ذكرت اللجنة أن تحقيقة النيابة العسكرية أسفرت عن أن عيار ومسار الطلق القاتل يؤدي إلى أن الطلق لم تكن من قبل قوة الدفاع ورات اللجنة بأن تحقيقات النيابة العسكرية لم تكن فعالة بالقدر الكافي وبالتالي فإنها لم تكن ممتثلة لقواعد القانون الدولي سبعة بشأن واقعت وفاة الشرطي جواد محمد علي شملان المنسوبة لقوة الدفاع البحرين ذكرت اللجنة أن تحقيقات النيابة العسكرية قد أسفرت أن الوفاء كانت حادث ونتجت عن انحراف رصاصة أطلقت في ظروف مشروعة وانتهت التحقيقات بالتالي إلى أن أفراد قوة الدفاع قد تصرفوا وفقا للقانون وقد رأت اللجنة بأن تحقيقات النيابة العسكرية لم تكن فعالة وبالتالي فإنها لم تمتثل لقواعد القانون الدولي ثمانية واقعا بشأن واقعت وفاة الملازم عزيز جماعة العياد التي لم تنسى بالأشخاص بعينهم أو جهة بعينها والظروف المحيطة الوفاء باتت مجهولة وذكرت اللجنة بأن قوة الدفاع البحرين لم تبدأ بعد أي تحقيق بشأن الظروف المحيطة بالوفاء وبالتالي ترى اللجنة بأنه لم يتم الوهو بالالتزامات المصوص عليها في القانون الدولي وشكرا